أسأل كل واحد زيكم ببدأ معك لولوة أصعب موقف مرة عليك في تجربة الحياة هذه وفي نفس الوقت بعد عشان أن نخفف الموضوع وبعد أطرف موقف الموقف أصعب موقف واجهته كان الموقف اللي كان الدكتور عصام قدس رحمة الله عليه مدير مستشفى العيون سابقا لما نذكر أنه لولوة أنت أصبت بإعاقة بصرية ما حينفع العلاج خلاص كانت صعبة مو لي لأنه كانت الوالدة الله يطول بعمرها اللي تعتبر السند للأول يعني كان الموقف ذا صعب أنه هي موجود أنا ما كنت أفكر وقتها بنفسي أنا أخذت الصدمة عرفي مرحلة أنه تستوعب الصدمة هذه بس كنت دائما أقول يعني أمي داخلها ما بغاها تنكسر ما بغاها تشيل الهم فوق الهم فكان هذا أصعب موقف مر علي بحياتي ويمكن أعطاني تحدي أنه حثبت لأمي وعيلتي أنه هذا الموقف كان صعب ولكن ما أخليكم تشيل الهم حعيش حياتي طبيعية والحمد لله يعني حتى على مستوى الأسرة استاذ علي يعني خلينا أقول لك أنه أنا دائما المستشار في الأسرة يعني الكبير والصغير فالحمد لله ما قدرت أحس بأي مشكلة وهذا الشيء داني كمان القدرة أن أنا أتخطى هذه المرحلة الصعبة جميل طيب أطرف موقف أنت عندكم طرايف دائما المواقف الطريفة يمكن يضحك حمد لله لأنه بالي أنه يبيلها كتاب أي زين يعني المواقف الطريفة يعني كانت يعني يمكن في مرحلة أنه كنت أصلا ما أخدم موضوع أن أنا أقدم الماجستير يعني مرة يلا خلاص بس أقدم كان يعني مرحلة أن أنا أقدم بس كنت ما توقع أن أنا أقبل في الماجستير رغم أنه أنا حاصلة على امتياز مع مرتبة الشرفة الأولى في البكالوريوس كنت من الأوائل على الدفعة فسبحان الله ما أخذ الأمور كده بكل بساطة ويلا عشان لا تقولوا لي ما قدمتي يا لولو ولا اشتهدتي ولا عملتي عملت كل حاجة الطريفة الموقف أنه أنا مرتبة أموري أني ما رح أنقبل فجأة يجي القبول فجأة الأهل مبسوطين فجأة يعني فمن عارف يعني هل أضحك هل أن أنا أبكي الخطة كلها تغيرت يعني كان موقف طريفة أن الأهل كلهم مبسوطين وأنا الوحيدة اللي ورّت نفسي إيه إيش السعر فجأة أنا بدرس ولا إيش بعمل ولكن كانت تجربة شميلة لا تبعز بالعكس وانت حاصلة على الماجستير ما شاء الله الحمد لله بالنسبة للموقف الصعبة طبعا الحمد لله ترى والله ما أذكر الموقف الصعبة كثير لكن من الأشياء اللي عالقها في ذهني يومنا الأيام كنت طالع في رحلة دولية وأنا عادة أن أطلع الوحدي يعني في الغالب أسافر الوحدي فطبعا في مطار المعك خالد في خدمة يقدمونها ما يقصرون أنه لما تجي للكونتر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة يطلعون معك شخص غالبا من الجنسية الأسيوية ووصل إلى صالة الانتظار وعادة يقول برجع لك يعني يرجع يوصلني إلى المقعد في الطيارة ويتوكر الله يمشي ذلك اليوم وصلني وأعلنت الرحلة وفتح البوابة والرجال ما جاء طيب أنا واش أسوي بهذه الحالة من الصعب جدا المكان مليان ناس ومن الصعب جدا أنك تمشي بعفوية وقد تصددم بأحد ويمكن أحد يشرح عليك يمكن أنك يطيح لك في واحد ولا يرحمك ما تدري فكان الموقف جدا محرج طبعا الحمد لله عن الله تتبعت الصوت صوت اللي واقفين على البوابة وحاول تمشي باتجاههم وكيد أني صدمت في بعض الناس لكن عليها وصلت للبوابة وطلبت منهم أن يمؤصلوني فكان هذا من المواقف اللي صعبة اللي خلطني دائما كل ما جيت عند الكونتر أكد عليهم أنه أكدوا عليه أنه يرجع لي إذا كما يقدر يرجع يستنى ينتظر عندي أو أنه أنا ما أطلع إلا على وشك البوابة بتكون يعني على وشك أنه تكون مفتحة بوابة الأقلاء طيب الموقف الطريف الموقف الطريف أني جيت في محل تجاري و جيت أحاسبه فأطلعت من المحفظة عشر ريال قال لي لا هذه خمسين هو لو قلب الموضوع قال هذه ريال يمكن مشى الشغلة قال لي هذا خمسين قلت خلاص أجر رد عطني الصرف رجع للباقي قال لي ابنها عشر قلت أنت اللي تقول نورة ما في شي صعب يعني كتر موقف صعب في حتك إذا مات من تقولين أو أنه نكتفي بالقصة الأولى اللي ذكرتها خلينا نروح لموقف الطريف في بالك شي طيب لين تتذكرين نورة بروح لمحمد أنا كنت بقول موقف في بالي بس ذكرني أستاذ محمد بموقف على سيرة لأنه فعلا في عين في ناس ترى و اسمحوا لي على هالصراحة فعلا في ناس تعتقد أن الشخص الكفيف غبي ما يفهم هذا الشي موجود فأذكر مرة ركبت مع كنت رايح المبنى التلفزيون ركبت مع طبعا هذا أطرف ركبت مع تكسي فركبت قال لي أنت عيون ما في شوف بس قلب في شوف طيب يعطيك العافية أنت مية مية طيب إن شاء الله ما أدري ليش خطر لي أختبره دخلني أجرب و أشوف وصلنا التلفزيون طلعت خمسمية و أنا أعرف أنها خمسمية قلت لها هذا خمسين قال لي أيوا أيوا هذا خمسين أيوا جيب قلت لها حبيبي هذا خمسمية لا 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 هذا هذا خمسين قلت لها خمسمية و أنت نصاب و أنا قلب شوف أيوا أنا أنا قلب شوف و أنا سوي نفسي بنزل قال لي لا لا عدا فلوس عدا أنا أنت والله أخو قلت لها أكيد أنا أخو قلت لها أخو قلت لها خلاص أخو ما يوصل أخو بفلوس يلا سلام عليكم لا ساعدين خلاص رجع خذ شمر ثاني هذا نفر ما في شوف ما تسويه تستدكي عليه شكرا شكرا